لتفاصيل أوفا بينضم إلينا من عدن ياد الموسمي مرسل القاهرة الإخبارية ياد بعد التحية يعني الخبر هو بيقول بأنها يعني إجراءات اقتصادية ولكن داخلها بواطن في بطنها أمور سياسية ماذا لديك يعني ما هو الأقرب هل هي سياسة أو اقتصاد مرحبا هاجر في الحقيقة الصراع المالي والنقدي في اليمن هو صراع قديم جديد منذ أن تنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وسيطرتهم على كافة مؤسسات الدولة في الحقيقة بقي البنك المركزي هنا في عدن وهناك أيضا البنك المركزي الخارع لسيطرة جماعة الحوثيين لكن الجماعة عمدت على وضع عراقيل كبيرة على القطاع المصرفي بشكل عام في مناطق سيطرتها وأثرت أيضا على العملة المحلية من بين هذه الإجراءات التي فرضتها جماعة الحوثيين وقفت وجمدت كثيرا من أرصدت الشخصيات وأيضا مؤسسات وكذلك وضعت سعر للعملة كان هذا السعر هو سعر تخميني وليس سعر حقيقي كل هذه التعقيدات التي فرضتها الجماعة أثرت على سعر العملة وكذلك تحمل البرك المركزي هنا في عدن مسألة تمويل عملية الأشراء وعمليات تجارية والتبادل التجاري بين كان يمول كثيرا من الواردات اليمنية ويغذي التجار في مسألة استيراد السلع القذائية وغيرها بالإضافة إلى أن الجماعة عمدت على عملية انقسام العملة المحلية هناك عملتين يتم تبادلها في اليمن عملة التي تم طباعتها بعد انقلاب جماعة الحوثيين هنا في عدن والجماعة منعت تداولها لدى المواطنين في مناطق سيطرتها كل هذه الإجراءات كان البنك المركزي يلجأ إلى عملية التفاوض بين الجماعة عبر الرعاة الإقليميين كالأمم المتحدة وغيرها لكن الجماعة استمرت لتماديها حتى عمدت على سك عملة جديدة وهو مخالفة دستورية كبيرة بحسب كثيرا من الاقتصاديين هذا الأمر جعل البنك المركزي اليمني يعمل إعلان للبنوك المتواجدة تحت سيطرة جماعة الحوثيين باعتبار هذه البنوك هي أيضا بنوك ضحية للجماعة لا تستطيع أن تعمل تحويلات أو أن تمارس عملها المصرفي بشكل جيد مع المؤسسات الدولية الخارجية البنك المركزي عمل إعلان عن نقل هذه البنوك هذه البنوك بعضها لم تستطيع أن تقوم بالنقل وبعضها خضعت لشروط الحوثيين ومن ثم أعلن البنك في قراره الأخير عن وقف التعامل معها بالإضافة إلى أنه عمل على إصدار قرار آخر هو عدم التعامل بالعملة القديمة واعتبارها تالفة وهذا هو القرار كان قرار مدروس دعمه مجلس القيادة الرئاسي لكن مؤخرا تراجعت الحكومة عن هذا القرار باعتباره قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية الكثير من المواطنين لديهم العملات القديمة حاولت المجلس القيادة الرئاسي أن يتراجع قليلا عن هذا القرار وأعطى مهلة للتصحيح نحن ننتظر اليوم ماذا سيقوم للحوثيين من عمله من أجل أيضا إنهاء الانقساب المالي بين صنعاء وعدن وأيضا توحيد مسألة العملة اليمنية هنا العملة اليمنية تشهد انهيارا يوما تلو الآخر وصل سعر الريال اليمني مقابل الدولار إلى 1700 ريال مقابل الدولار الواحد وهذه أزمة كبيرة وراء مشكلة اقتصادية بتحدثني عن كارثة اقتصادية لدولة قائمة على التجارة يعني تجارة اليمن هم بالأساس تجاروا من ثم مشتغلون بالزراعة الانقسام في العملة المتداولة لا يؤدي إلى انهيار كامل للنظام الاقتصادي ما هو الأفق بالنسبة للمركزي أو الحلول الحقيقية من قبل الدولة للحفاظ على صمود السوق اليمني هاجر اليمن يستورد ما يزيد عن 90% من احتياجاتها القذائية وهذه الاحتياجات كما تعرفين أيضا ويعرف في السنة المشيد أنه بالعملة الصعبة يعني العملية الاستيراد والتسليد قائمة على العملة الصعبة في ظل أيضا انعدام موارد الدولة وتوقف صادرات النفط والغاز لم يوجد لليمن أي مورد آخر سوى تحويلات المغتربين التي يتم إرسالها من الخارج وبالتالي اليمن بالفعل معرضة لكارثة اقتصادية كما تحدثت نتيجة انهيار العملة تضاعفت إلى أكثر من 500% منذ اكتياح ميليشيات الحوثي جماع مؤسسة الدولة وانهيار العملة بشكل كامل الآن الأفق هو كان هناك مفاوضات تجري تقيمها الأمم المتحدة وأيضا في مسألة انهاء الانقسام المالي الحل الوحيد بحسب كثيرا من الاقتصادين هو توحيد العملة وأيضا يتم التعامل بالعملة التي طبعها البنك المركزي اليمني باعتبار له حق السيادة في طبع واصدار العملة هنا في عدن لكن الجماعة أيضا منعت التعامل مع العملة الجديدة التي تم سكها من بعد 2016 وهذا أثر بشكل كبير على سعر العملة المحلية سواء هنا أو هناك وأيضا أدى إلى تكدس وأيضا إلى في ظل إعدام الرواتب وعدم قدرة الدولة مواجهة كثيرة من المشكلات الاقتصادية نعم تحتاج إلى ضبط إيادة الموسم من ورسل القهرة الإخبارية أشكرا شكرا جزيلا كنت معنا من عدن